إن الدكتور اللي كان بيتكلم بيقول إن أنا إن دايماً الأفراد بيدوروا دايماً على العيوب ما حدش بيشوف المميزات لو إحنا ركزنا على المميزات هللاقي إن الحياة بتتغير بدل ما أنا بدايماً بدور أو بقول ده جوزي نكا دي ده كل شوية ينكد علي ده مش فهمني ما بيخرجنيش ما بيجيب ليش طلباتي طيب أنا أدور لما بكون تعبانة مش يمكن هو في يوم من الأيام وأنا تعبانة خدني كده وخد بإيدي وداني العلاج وسأل علي أو في يوم من الأيام لما شافني تعبانة قال لي طيب أنا أود أساعدك النهاردة أو قال لي كلمة حلوة في التليفون اتصل سأل علي أو مراتي في يوم من الأيام اهتمت بمظاهري أو اهتمت بأكلي أو اهتمت بشوربي مش دايماً لازم أبص إن مراتي لسنة طويل دي نكا دية بتحشى إنك تزيعنيها ما فيه ست نكا دية وما فيهش راجل مش بيعرف يحتوي اللي قدامه بالعكس والدليل على كده إن الراجل ممكن يبقى جاند جداً برا في تعاملاته مع الناس لكن جوه بيته كل كركيب الدنيا بتيجي على دماغه وافتكر بقى الشغل ومشاكري مع المدير والعيشة واللي عيشينها لو أنا فضيت دماغي وشفت البيت عندي عامل إزاي فيه مسلسل بتاع ولاد الناس اللي شغلت دلوقتي السناء اللي فيه أحمد وفق ورانيا فريد شوقي مقدمين نموذك حلوة قوي للأسرة المصرية الأسرة اللي حتى لو عندها مشاكل المشاكل دي ما بتتحلش قدام الولاد أو لو حد فيهم غلط في الطرف التاني يعني هو بيبدأ أن أنا أعتذر وأن أنا أقول أن أنا كنت غلطان وأن أنا أقعد مع مراتي أو مع الشريك التاني وأخد معايا ودي معايا وأقول أنا كنت غلطان في كذا أو أنت غلطان في كذا أو ياريت نحاول نحل الموضوع ويدي بنا نتكلم في كمان قاعدة من قواعد العشق الأربعين ودي أهم قاعدة من القواعد اللي اتكلم عليها جلال الدين الرومي وشمس التبريزي كان بيقول لا يوجد فرق كبير بين الشرق والغرب والجنوب والشمال فمهما كانت وجهتك يجب أن تجعل الرحلة التي تقوم بها رحلة في داخلك فإذا سافرت فيه داخلك سيكون بإمكانك اجتياز العالم الشاسع ومورقه ده اللي احنا بنقوله وده اللي احنا بنتكلم فيه دور جواك شوف أنت عايز تكتشف في نفسك إيه شوف نفسك تحقق إيه شوف إيه هي أحلامك إيه هي عيوبك اللي أقدر أغيرها إمتى أقول أنا هبتدي من نقطة الصفر مفيش سن معين مفيش مرحلة معينة مفيش أن أنا جاء أقول أنا كبرت في السن مش هقدر أكمل بالعكس أنت كل مرحلة بتمر بيها بتقدر تكامل من أول وجديد أنا أقول ألوه مرحلة بتمر بيها